بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وصلتني أسئلة عديدة عن باب التقاء الساكنين رغم أنه في منتهى البساطة كما بينا أسئلة عن حروف لا تنود هل بالفعل هذه الحروف فقط هي التي تحرك بالكسر أسئلة عن تاء التأنيث هل بالفعل تحرك بالفتح للتخلص من التقاء الساكنين وعن النون الساكنة والتنوين لماذا أحيانا لا تخضع لأحكام النون الساكنة والتنوين أسئلة عن التحريك بالكسر لماذا لم يكن بالفتح أو الضم أو عن التحريك بالفتح لماذا لم يكن بالكسر أو الضم أو عن التحريك بالضم لماذا لم يكن بالفتح أو الكسر دوام ومشين فيها وكيف نعرف حركة الإعراب أو البناء عن حركة التخلص من التقاء الساكنين ولماذا الواو المدية حذفت وواو الجماعة اللينة حركت ولماذا لم يكن العكس وهل التقاء الساكنين يبطل الأحكام التجويدية في الساكن الثاني وهل بالفعل يتم التخلص من التقاء الساكنين بين كلمتين بثلاث طرق الحذف والمد والتحريك وأمثلة عديدة لمواضع من القرآن الكريم ملتبس فيها هل هي من باب التقاء الساكنين أم هي حكم آخر أسئلة كثيرة في باب التقاء الساكنين رغم أنه في منتهى البساطة وبعض هذه الأسئلة وجيها في محلها والبعض الآخر لا داعي له مطلقا فأسأل الله التوفيق والسداد وبسم الله نبدأ أولا ما الإشكال في الحروف المجموعة في كلمة لتنود يعني اللام التاء النون الواو الدال ما الإشكال في هذه الحروف فبعض الكتب وبعض المقاطع على السوشيال ميديا تحدثت عن هذه الحروف فما هو الجانب الصحيح فيها وما هو الجانب الخاطئ فيها أولا دعونا نتحدث عن بعض المقاطع المنتشرة على السوشيال ميديا بعض الإخوة والأخوات يقولون أن هذه الحروف المجموعة في كلمة لتنود فقط هي التي تحرك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين بين كلمتين برواية حفص عن عاصم وهذا الكلام فيه جانب صحيح وفيه جانب غير صحيح فالصحيح أن هذه الحروف بالفعل تحرك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين بين كلمتين برواية حفص عن عاصم فهذا جانب صحيح أما غير الصحيح أن نقول فقط أن تحصر جميع الحروف التي تحرك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين في هذه الخمسة حروف فقط هذا هو الخطأ فليست هذه الحروف فقط التي تحرك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين فهناك حروف أخرى كثيرة في القرآن وذكرت بعض الأمثلة في درس التحريك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين فالعين حركت بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين كما في قوله تعالى فارجع البصرة وكذلك الميم كما في قوله تعالى أمر تاب قوم الليلة والذال كما في قوله تعالى إذن بعث والراء كما في قوله تعالى فلينظر الإنسان والقاف كما في قوله تعالى ومن يشاقق الرسول والياء اللينة كما في قوله تعالى يا صاحبي السجن طرفي النهار وأمثلة عديدة أخرى وكثيرة في القرآن وحروف عديدة غير حروف لتنود فإن كنا نتعلم برواية حفص عن عاصم فجميع الحروف تحرك بالكسر ما عدا حالتي الفتح وحالتي الضم والحذف لحروف المد إذن من الخطأ حصر الحروف التي تحرك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين في خمسة حروف فقط فبعض المقاطع لا تذكر الحروف الباقية يتحدثون فقط ويقولون فقط تحريك الساكن الأول بالكسر في هذه الخمسة حروف فقط فقط وأين الباقي لا إله إلا الله إن أردت أن تكون معلما لكتاب الله فيجب أن تكون دارسا أكاديميا مسندا مجازا طبعا لا نشكك في النواية الجميع له النية الصالحة ونحسن الظن بالجميع وجزاكم الله خير ولكن من فضلكم تأكدوا من المعلومة إذن الجانب الصحيح في هذه النقطة أن هذه الحروف الخمسة بالفعل تحرك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين برواة حفص عن عاصم أما غير الصحيح هو حصر التحريك بالكسر مع هذه الخمسة فقط فهناك حروف أخرى كثيرة في القرآن تحرك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين كما ذكرنا الأمثلة أما ذكر هذه الحروف الخمسة في بعض الكتب فمن زاوية أخرى وهي صحيحة فالكتب التي ذكرت هذه الحروف الخمسة قالت أن فيها اختلاف بين الروايات في التحريك بعض القراء ومنهم حفص يحركون هذه الحروف بالكسر على الأصل والبعض الآخر يحركها بالضم مراعاة للكلمة الثانية كما سنبين بعد قليل فإن جاء أحد حروف هذه الكلمة في موضع الساكن الأول هكذا والتقى أحد هذه السواكن في نهاية الكلمة الأولى بساكن آخر في بداية الكلمة التالية وهذا الساكن الثاني في فعل ثالثه مضموم ضما أصليا وطبعا مبدوء بهمزة وصل وكما قلنا وقفا على الكلمة الأولى نقف بالسكون لا توجد أي مشكلة وإن بدأنا الكلمة الثانية في هذه الحالة تثبت همزة الوصل وتحرك بالضم لأن ثالث الفعل مضموم ضما أصليا هذا إن بدأنا بالكلمة الثانية أما عند الوصل طبعا تسقط همزة الوصل فيلتقي ساكنان الأول هو أحد حروف لتنود يعني إما اللام أو التاء أو النون أو الواو أو الدال ولا ننسى نون التنوين الساكنة مع النون الساكنة إذن الساكن الأول أحد حروف كلمة لتنود والساكن الثاني في فعل ثالثه مضموم ضما أصليا فإن بدأنا تثبت همزة الوصل وتحرك بالضم لأن ثالث الفعل في هذه الكلمة ضمه أصلي أما عند الوصل تسقط همزة الوصل واختلفت الروايات في تحريك الساكن الأول فبعض القراء ومنهم حفص حركوا الساكن الأول بالكسر على الأصل كما نعلم وذلك للتخلص من التقاء الساكنين وبعض القراء الآخرين حركوا الساكن الأول بالضم مراعاة لحالة الكلمة الثانية فبدءا تحرك فيها همزة الوصل بالضم لأن ثالث الفعل مضمون ضما أصليا لذلك ضم الساكن الأول مثال لهذه الحروف أنا كتبت كل الأمثلة مع بعض لحروف لا تنود لأن كلهم بنفس الحالة ونفس الشرح فأولا نركز فأولا نركز مع الكلمة الأولى تنتهي بحرف ساكن وهو من حروف لا تنود يعني اللام كما نرى التاء موجودة النون الساكنة موجودة والتنوين لا ننسى يلفظ بنون ساكنة إذن هو موجود مع حروف لا تنود والواو والدال هذه الكلمة الأولى تنتهي بأحد حروف لا تنود في حالة سكون طيب ننظر للكلمة الثانية هل تنطبق عليها هذه الحالة؟ هل الكلمة الثانية فعل؟ نعم جميعهم أفعال تمام كده؟ تبدأ بهمزة وصل؟ نعم تبدأ بهمزة وصل ونبهنا في أول درس في باب التقاء الساكنين أن الكلمة الثانية تبدأ بهمزة وصل لا محالة إذن الكلمة الثانية فعل تبدأ بهمزة وصل ثالثها مضموم ضما أصليا بالفعل العين مضمومة ضما أصليا إذن إن بدأنا الكلمة الثانية تثبت همزة الوصل وتحرك بالضم لأن ثالث الفعل مضموم ضما أصليا فنقول هنا أدعو أدعو وانتبهوا لا تعمل القلقلة إلى الضم لأنها وقعت بين مضمومين عند البدء فلا نقول أدوا أدعو ولكن أد أدعو أدعو وهنا نفس الكلام أخرج أخرج أقتلوا أقتلوا أدخلوها أدخلوها أخرجوا أخرجوا أستهزئة أستهزئة هذا بدءا أما عند الوصل يا سادة تسقط همزة الوصل في هذه الكلمات فيلتقي ساكنان الأول هنا هو اللام في كلمة قل فعل أمر مبني على السكون والساكن الثاني الدال حفص يحرك اللام بالكسر على الأصل مع جميع الحروف السواكن التي تحرك بالكسر لأنها ليست من حالات الفتح ولا الضم ولا حرف مد كي يحذف فتقرأ برواية حفص عن عاصم قولد قولدعو قولدعو حرك اللام بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين بين كلمتين وبعض القراء حركوا اللام بالضم مراعاة لحالة الكلمة الثانية كما بينا في الشرح فتقرأ قاف مضمومة لام مضمومة عند الوصل دال ساكنة عين مضمومة ومادية قولدعو قولدعو طبعا هذا لغير حفص لغير حفص نحن نقرأ برواية حفص عن عاصم والكسر مرسوم في المصحف إذن لا داعي أبدا للقلق ما فيش مشكلة معنا خالص الكسر مرسوم بس أروه لحفص قولدعو لغير حفص قولدعو ومع التاء نفس الكلام حفص يحرك التاء بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين وقالتي خرج وقالتي وقالتي خرج أما القراء الآخرين حركوا التاء بالضم مراعاة لحالة الكلمة الثانية التي وضحناها فقرأوها وقال تخرج وقال تخرج ومع النون نفس الكلام التقى ساكنان الأول هو النون والثاني هو القاف حفص يحرك النون بالكسر أني قتولوا أني قتولوا وبعض القراء الآخرين حركوها بالضم مراعة للكلمة الثانية أني قتولوا أني قتولوا طيب التنوين ينتهي بنون ساكنة ملفوظة غير مرسومة إذن عند الوصل تقى ساكنان الأول هو نون التنوين الساكنة والثاني هو الدال حفص يحرك نون التنوين الساكنة بالكسر فتقرأ منيب ندخلوها منيب ني منيب ندخلوها والقراء الآخرين حركوها بالضم مراعة للكلمة الثانية فتقرأ منيب نو منيب ندخلوها منيب ندخلوها ومع الواو نفس الكلام حفص يحرك الواو اللينة لغير الجماعة بالكسر فتقرأ أو يخرجوا وبعض القراء الآخرين حركوها بالضم أو يخرجوا أو يخرجوا ومع الدال نفس الكلام حفص يحرك الدال بالكسر ولا قادستهزئة والقراء الآخرين حركوها بالضم ولا قادستهزئة ولا قادستهزئة إذن كما رأينا وباختصار حروف لا تنود لا تخص التحريك بالكسر ولكن تخص اختلاف الرواية في حركة التخلص من التقاء الساكنين فبعض القراء ومنهم حفص حركوا هذه الحروف بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين والبعض الآخر من القراء حركوها بالضم مراعة لحالة الكلمة الثانية بل وبعض بعض القراء حركوا هذه الحروف في مواضع بالضم وفي مواضع بالكسر لذلك لم أحدد من هم مع حفص ومن هم الذين يحركون بالضم فبينهم اختلاف وهذا الاختلاف في الرواية هو قرآن ليس باختيار القارئ وليس باختيار الراوي وليس من تأليف أحد ولكن هو قرآن يتلى فالمهم في هذا الموضوع أن حفص يحرك هذه الحروف بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين والكسر مرسوم في المصحف يبقى إيه المشكلة عندنا؟ ما عندناش مشكلة نقرأ بحفص والكسر مرسوم برواية حفص والمصحف ضبط على رواية حفص عندنا طبعا إذن الجانب الصحيح باختصار في حروف لتنود أنها تخص اختلاف الرواية في حركة التخلص من التقاء الساكنين كما بينا والجانب الصحيح فيها كذلك أنها بالفعل تحرك بالكسر على التقييد في النون والواو فالنون والواو فيها تفصيل كما بينا نون من تحرك بالفتح باقي النونات السواكن بالكسر الواو المادية تحذف الواو اللينة لغير الجماعة تحرك بالكسر واو الجماعة اللينة تحرك بالضم إذن نقول حروف لتنود تحرك بالكسر في غير مواضع الفتح والضم ومعها حروف أخرى كثيرة تحرك بالكسر والأفضل أن لا تذكر حروف التحرك بالكسر يعني ليه بنقول الأغلب لما احنا قلنا الأول الأقل والاستثناء قلنا الفتح له حالتان والضم له حالتان باقي المواضع في التحرك بالكسر وانتهى كما نفعل في أحكام النون الساكنة والتنوين أو أحكام الميم الساكنة نقول أولا إضغام شفوي إخفاء شفوي وباقي الحروف مع الإظهار الشفوي نفس الكلام هنا إذن لا يصح أن تذكر حروف لتنود في التحرك بالكسر بمفردها هذا لا يصح فمعها حروف أخرى كثيرة ولابد من التقييد مع النون والواو إذن المقاطع المنتشرة على السوشيال ميديا أو المنشورات والبوستات على الفيسبوك أو على غيره تقول أن هذه الحروف فقط هي التي تحرك بالكسر فهذا خطأ كلام غير صحيح على التمام وهذا أتى من الفهم الخاطئ للمكتوب في بعض الكتب فالكتب تحدثت عن اختلاف حفص عن باقي القراء في تحريك هذه الحروف للتخلص من التقاء الساكنين فربما البعض قرأ هذه المعلومة وفهمها بالخطأ وهنا أود أن أوجه كلمة للإخوة والأخوات أصحاب هذه المقاطع على السوشيال ميديا أو الصفحات على الفيسبوك أو غيره أولا جزاكم الله خيرا كثيرا لا نشكك أبدا في نواياكم ولا في حبكم لكتاب الله عز وجل ونحسن الظن بكم تمام الإحسان ولكن أتم جمال عملكم بالدقة وتحري صحة المعلومة من فضلكم أرجوكم احرصوا على عرض قراءتكم ومعلوماتكم على الشيوخ فلا يكفي أبدا لا يكفي أبدا سماع المعلومة من هنا أو هناك لتعلم الناس ولا يكفي أبدا أن تقرأ من الكتب فقط فمن كان شيخه كتابه غلب خطأه صوابه فهذا العلم بالذات يؤخذ بالتلقي والمشافهة تلاوة عملية وعلوم نظرية فمثلا مهما قرأنا في الكتب آلية الإضغام أو تحريك التنوين أو القلقلة أو 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 والله لن نتمكن من قراءتها ولا فهمها على الوجه الصحيح إلا بالسماع من الشيوخ والتلقي والمشافهة والمناقشة فهكذا تعلمنا ولا تنقلوا من السوشيال ميديا إلا عن كبار الشيوخ ولا من الكتب إلا عن أمهاتها وأصحها لكبار الشيوخ كذلك واحرصوا على الحصول على أعلى الأسانيد والإجازات فهذا مطلوب لأنه يغلب فيه جانب التيق من الدقة والإتقان فكلما زاد إتقان الإنسان في تلاوة القرآن اقترب من الوحي وإن بعد الزمان فهذه العبارة من أروع ما تعلمناه من شيوخنا الأفاضل فلا بد أن تمروا على كتاب الله كلمة كلمة قبل أن تعلموا الناس فربما جزمتم على حكم كلمة في أول المصحف وتناقضها كلمة أخرى في منتصف أو أواخر المصحف ولكل واحدة وجه وحالة فلا بد أن تكون على علم لا بد أن تكوني على علم بكل ذلك فإن كانت كل العلوم يجب أن تحترم ونراعي فيها الصحة والدقة فكتاب الله عز وجل أحق بالاحترام وبالتوقير والتقدير والدقة والإتقان فهو أشرف العلوم على الإطلاق فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا حق تلاوته على الوجه الذي يرضيه عنا كما أنزله على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان وأسأله سبحانه وتعالى أن يجنبنا فيه الخطأ والزلل والنسيان وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا نكتفي اليوم بعرض هذه المسألة واللقاء القادم إن شاء الله نتناقش عن مسألة التأنيف فهي الأخرى فيها كلام غير صحيح فأسأل الله التوفيق والإخلاص والقبول وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته